تسلم وزير الخارجية محمد الحضرمي نسخة من أوراق اعتماد سفير كوريا الجنوبية لدى اليمن تايول كواك وأكد الحضرمي أن الوزارة ستقدم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح مهامه الجديدة كسفير ومفوض فوق العادة لدى اليمن مشيدا بعلاقات الصداقة المتينة بين البلدين ومنوها بالدعم الكوري لليمن وإسهاماتها المختلفة والبالغ هذا العام 19 مليون دولار للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال هذه المرحلة كما جرى خلال اللقاء بحث أو جهد تعاون الثنائي بين البلدين وسبول تعزيزها وتطويرها وتنسيق مواقف البلدين تجاه القضايا ذات الاهتمام المشرك في المحافل الدولية من جانبه أكد السفير الكوري دعم بلاده لليمن وحكومته الشرعية وللجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن معربا عن تطلعه لبدل المزيد من أجل تطوير العلاقات بين البلدين حضر اللقاء المستشار بالسفارة الكورية ميونج سونج